اشتركوا في القناة الأخ المشير أركن معالي الشيخ خليفة بن أحمد أهل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الفخر والسرور تلقينا برقية معاليكم المهنئ لنا بالإنجاز الرياضي العسكري الذي حققه منتخبنا العسكري لكرة القدم بالفوز بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الرياضية العسكرية العالمية المقامة بجمهورية الصين الأمر الذي يعكس ما يتمتع به أعضاء المنتخب العسكري من روح رياضية عالية وإصرار وعزيمة جبارة على التنافس الشريف وتحقيق الإنجاز مما شكل دافعا رئيسيا في الفوز بالبطولة العالمية وإحراز الميدالية الذهبية ورفع اسم المملكة عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي المشهود له وهذا عهدنا الدائم بأبناء البحرين المخلصين وحرصهم على رفع راية بلادنا خفاقة في كافة المناسبات والبطولات في ظل ما تشد بلادنا من نهضة غير مسبوقة في قطاع العمل الشبابي والرياضي وأننا نستحضر في هذا الإنجاز التاريخي دور معاليكم البارز واهتمامكم بالرياضة داخل قوة دفاع البحرين من خلال اكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها بالتدريب المكثف وبهذه المناسبة نتوجه إليكم ولكل منسوبي قوة الدفاع بالتحية والتقدير على هذا الإنجاز الدولي الكبير داعيا المولى عز وجل أن يمنى عليكم بموفور الصحة وسعدة وينعم على مملكتنا الغالية بالمزيد من التطور والازدهار ودمتم سالمين حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين